منذ خمس سنوات والأمور تتفاقم في مترانية صيدة ودير القمر إلى أن وصلت احتجاجاً على أبواب بكركي بعد إعلان طلب الفاتيكان إلى المتران ليس نصار التنحي أو الاستقالة في مدة نقصها الأربعاء المقبل وتقول مصادر كناسية إن جزءاً من المشكلة هو فقدان الكيمياء بين المتران نصار والباتريارك الماروني بشارة الراعي وألمحت بعض المصادر إلى أن نصار هو المرشح الأقوى والأبرز لخلافة الراعي إلا أن إدارة الملف طرح جملة أسئلة حيالا وجهة نظر بدك تاخدها راح تلاقي وقائع سياسية راح تلاقي وقائع أو ملفات أو مزاعم إدارية مالية شخصية وجود مدبر هو المتران بولوس مطر هو كافي لوضع حد للإشكلات الشخصية والإدارية والمالية إذا وجدت هذا شاء لم يحصل لبل بالعكس فيه مدبر واستمرت المشاكل كما هي لبل زادت وتفاقمت أن هذا القرار بالنسبة لنا يستوجب أن يكون هنا شيء جدا مشين في حياة هذا الكهن أو هذا المتران هذا الأسقف لحتى ناخد هذا القرار المتران نصار الذي غادر إلى الفاتيكا في محاولة للقاء البابة أو كبار المسؤولين كان قد عرض عليه تولي منصب متران أوروبا إلا أنه رفض بحسب مصادر الجديد لسيما أن هذه المترانية تعد المدخل إلى الجنوب ولها أهمية معنوية لمسيحي جنوبي لبنان يعني يتمرجل على بعضنا داخل الكنيسة أنه حدا قادر يوصل على الفاتيكا أكثر من حدا حدا قادر يوصل روايته وحدا مش قادر يدافع عن روايته يعني بتلاحز وكأنه ليس هناك من عدل حتى في كيفية مقاربة هذا الملف التعاطفي شي لها وكلهم عجنا في واقع سياسي في مشكلة مع وليد جنبلات مش حق على المتران وليد جنبلات معود يتعاطى بالجبل على قاعدة أنا الأمر النهي إذا بدك تتعمر بالمترانية بدك رخصة بدك تروح تتوقف على خاطر وليد جنبلات بلشت المشكلة هون استكمل بعدين بموقف من رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجا ولكن هيدا رأي كل المطارنة عنده قراء ومنسمع كمان إشا كتير ضد ما كانت ما شفنا مطران أقيل لأنه ضد مش هلعون هل بكركي تتحمل المسؤولية؟ ايه بعد خمس سنين نترك الأمور على غاربها من أنها تتفاقى من أنها تتفلت من أنها توصل إلى هذا الحجم إلى هذا المستوى تطلع على الإعلام ايه فيه تقصير أكيد نبكركي وتقول مصادر كناسية للجديد إن الانقسام الحاد بين أبناء رعية المطران نصار ليجعل الأمور تستقر لا سيما وأن في حوزة متران صيدة كثيرا من الملفات التي لن تسر كثيرا من مناوئه باسد العريضي قناة الجديد